أهلا بحراتكم الجديد وباقي فقرات الأهل خط أحمر وكنا بنتحدث قبل الفاصل عن مباراة الأهل والهلال السوداني بالتأكير عندنا مباراة مهمة جدا أمام أسوان الفريق هيتحرك النهاردة مباشرة للمبيت في أسوان عسكر 48 ساعة قبل المباراة ضغط مباريات يعني بطولات مختلفة لازم نبقى حطين ده في الاعتبار هذا طبيعة الفريق البطل تلعب دوري دوري عبطال أفريقيا كاسا عامل أندية تعود على دوري عبطال أفريقيا ثم ترجع على دوري محلي وعلى طول بعد مرات أسوان ربنا يكتب لنا فيها التوفيق والفوز إن شاء الله يكون عندك مباراة هامة هامة جدا بأكد تاني دور جماهير النادي الأهلي دور محوري ومهم وفيه سماح بعشر ألاف مشجع إن شاء الله أنا على ثقة تم إن العشر ألاف مشجع يكون متوجدين يؤذر فريق النادي الأهلي للفوز بالمباراة مباراة سانداونز لأن دي مباراة عنق زجاجة مهم جدا لأن فريق سانداونز حق 6 نقاط وال6 نقاط بيخلوه عنده أرحية شوية في المجموعة ودايما الفرق الكبيرة لما بتجيلها فرصة يا فارس إنها تقصي فريق كبير بيبدأوا يشتغلوا على النقطة دي يعني هتكون دوافع سانداونز مختلفة بشكل كبير جدا مش بس إنه يضمن الصعود فقط لا غير لا كمان يكون حاطت في حساباته إن الأهلي منافس قوي جدا الأهلي متمرس على الفوز بالبطولة كان فيه تصريح يعني لنبيل معلول لما كان بيدرب الترجي في 2011 وقال لما تجيلي فرصة أقصي النادي الأهلي من دور المجموعات لابد إن أنا يعني أقصي لأن النادي الأهلي في النهائيات صعب جدا تقدر تتغلب عليه ورقم صعب جدا في المباريات النهائية طيب من النقطة دي في حاجة مهمة جدا فكرة يا جماعة إن إحنا طلقنا تاني مجموعة آخر ثلاث سنين ووصلنا نهائي أنا أحبش تكرارها ومن نفس المنطلق اللي أسامة كان بيتكلم فيه دلوقتي إن النادي الأهلي ينظر لي إن هو كبير القرى وهو حقا كبير القرى يعني مش بينظر لي كده بس فالظروف ربما توديني إن أنا أبقى تاني المجموعة واتطر بعد كده لازم أقدم أفضل حاجة عندي ووصل نهائي إنما التعامل وإحنا لسه في الجولة الأولى بمنطق أصلحنا خسرنا ما إحنا المرة اللي فاتت ما طلعناش أول مجموعة بقالنا ثلاث سنينة وبنوصل نهائي دي بداية مشكلة وأنا بقوله هو العقلية دي بداية مشكلة ولا تنفع طبع عنده جمهور النادي الأهلي ولا أي عنصر من أطراف منظومة النادي الأهلي فإحنا مطالبين زي ما أسامة كان بيقول من مباراة سانداونز كبرياء البطل كبرياء البطل يا أسامة محتاجين نشوفه إنما التعامل مع أصلحنا كنا بنطلع تاني مجموعة لا طالق بالنادي الأهلي وتكرارها النهاردة بعد الخسارة من الهلال وشفتها مكتوبة كتير جدا أنا مش حبيبها خالص بص يا فارس إحنا اتفقنا في كأس العالم للأندية برغم أن أنت طلعت بدون مدارية ولكن اكتسبت هوية فريق هوية فريق قادر أنه هو يعني يجاري ريال مدريد ونجوم ريال مدريد هوية فريق قادر أنه كان يحصل مدارية برونزية على حساب في لامينجو فالتوفيق ما كانش حليفك وأخطاء برضو فنية داخل أرض الملعب أفقزك المدارية البرونزية على الأقل ولكن طلعنا بشخصية لعبين شفنا لعبين وهم عندهم الثقة أنهم يوصلوا لمنطقة جزاء ريال مدريد ويسددوا 15 تزديدة منهم 12 تزديدة من داخل منطقة جزاء ريال مدريد لما تقارن ده بمورات الأهلي وبيرد هتلاقي نفس اللاعبين ولكن الشخصية اختلفت الهوية اختلفت أنا مش عايز أفقد هذه الهوية أنا عايز أأكد على هذه الهوية مع المعالجة بقى للهوية دي أفريقيا من خلال مرسل كولر يبقى فاهم كويس قوي أن أفريقيا مختلفة ظروف هتقابلك غير الأمور الفنية على أرض الملعب في معسكرات في سفريات في ملعب فلازم يكون هو عارف النقطة دي عشان تبقى هوية الهلي اللي استمدناها بشكل قوي جدا عبر التاريخ ده شيء يعني مفروغ منه ولكن عبر مونديال الأندية تحديدا أن أنت صدقت كلاعبين أن أنت قادر أن أنت تفوز على ريال مدريد وكان قريب جدا 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 فكرة أن أنت تعمل قام باك على ريال مدريد وكان أنه هيبقى شيء عظيم جدا وأيضا أمام في لامنجو